اللمهح محمد شريف محافظة الاسكندرية سيدة المحافظة، مساء الخير مساء الخير يا إحمد بي وساء الخير على السادة المشاهدين بداية النهاردة المعرض الكبير تم افتتاحه النهاردة وحيك موجود فيها الافتتاح آآ الحمد لله النهاردة أكبر معرض بالعمل في الإسكندرية في أرض كوتا بابال طمسيق بين المحافظة ومادرية التنوين والغرفة التجارية طيب نقدر نقول المعرض ده وأنا حيبت أقول الأكبر معرض الإقبال إيه عندكم النهاردة وأنا شاف طبعا فيديوهاته ولكن عايز حجم الإقبال وكمان السلع اللي موجودة مقارنة باللي برة أولا يعني إحنا لازم نبعارفين للأول إحنا عندنا في إسكندرية عاملين 323 منفذ في جميع شارع إسكندرية نعم منهم 194 منفذ سابت والباقي سيارات متحركة نعم المعارض دي كلها ومنافذ دي كلها إحنا بنعمل بها توازن للأسعار بين الأسعار اللي كانت موجودة في المولات وفي المحلات والصبر ماركت والأسعار دي طبعا مجرد بنزل في الأسعار دي على طول بتنزل الأسعار في الصبر ماركت في المحلات يعني عندنا في المعارض ده بيبقى جميع السلع التمونية وغير التمونية متوفرة كل السلع الاستراتيجية والأساسية برضو متوفرة إحنا بنحب نطمن المواطن في إسكندرية جميع السلع متوفرة بشكل غير عادي والمعبود أكثر من المطلوب وده حاجة كويسة جدا عشان الناس بس تتطمن وما يحصلش فيه نوع من أنواع التهزين أو نوع من أنواع سحب السلع أكثر من الاحتياجات المطلوبة اللي هميني فيه المعرض النهاردة أني شوفنا الأسعار متناسبة جدا متوازنة المنتج كله منتجات رائعة ما فيهاش بقى منتجات لها هل اللي موجود سيد المحافظ في المعرض الكبير موجود في المعرض الأخرى أو المنافذ الأخرى متحركة أو اللي بعيد عن قلب العاصمة لا بيبقى المعرض الكبير اللي ثابت زي المعرض اللي كنا بنشوف انه هذا لا ده بيبقى فيه متوفر بيكي احنا عندنا في المعرض النهاردة ده 43 شركة طاعة مخصص بتعرض المنتجات بتاعتها ده بيختلف عن السيارة اللي تنفذ فيها المعروض أقل نعم لقى الجودة هي هي؟ الجودة طبعا يعني حتى المعروض أقل ولكن الجودة احنا خلينا أتكلم مع ساعدتك احنا محورين بنشتغل عليهم المحور الأول ان احنا بننظر مع مدير التموين حملات التموينية يوميا كل يوم بيخرج من عندنا في السكندرية عشر حملات على عشر أحيان احنا مش عاوز يقول لك يعني احنا زبطين اكتر من الف قضية خلال عشر كان اللي فات الف قضية؟ اكتر من الف قضية فان وكلها قضية بتروح للنبل عامة زيادة الأسعار جاء فيه أضايا زيادة الأسعار فيه أضايا سوق تخزين فيه أضايا سلع منتهت الصلاحية كل ده بيتظهر المحور الثاني اللي هنشغلنا عليه ان احنا بنعمل منافس كتيرة جدا عشان نعمل توازن للسوق الناس بتيجي على المنافس دي مدام متوفرة قدامها ما بترحش الأسعار السوبر ماركت اللي هي بيغلوا الأسعار المحورين دول لما اشتغلنا عليهم على مدار الأسواع اللي فات وحنتمر فيهم لغاية انتهاء شهر رمضان دول بيعملوا ضبط الأسعار في الأسواع تماما خاصة ان احنا يعني داخلين على شهر رمضان ان شاء الله كل الإجراءات اللي بتعملها الدولة دي طبعا مش عاوز اقول سعارتك دولة رئيس مجلس الوزراء ويتابع معنا يوميا موضوع الحملات النتائجها ايه وعدد المنافس وصلنا الكامب يعني مش عاوزه لك 323 منفز ده عدد كبير جدا محصلش في السنوات السابقة نعم وكل ده يعني نتيجة توجهات فخامة الرئيس بضرورة ضبط الأسعار بعد ما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية وشوفنا بدأت الأسعار ترفع نزل تأديه طبسة المحافظة الأسعار قبل ما المعارض ديت يعني نزل تأديه كانت كام وبقت كام النهاردة بصراحة احنا نزلنا أكثر من 20% المعرض اللي نعرض في النهاردة الصور راضحة قدام سعادتا قدام الجمهور النهاردة من 25% إلى 40% مرت على بعض البكيات الموجودة لا في تقديد أكثر من 40% كمان حاجة رائعة لكن الأسعار بشكل عام قبل هذه المعارض نزلت 20% نزلت 20% مقارنة بالفترة الماضية اللي كانت الأسعار نار فيها طبعا خلاص بدأ يكون فيه نوع من التوازن في السوق بشكل غير عادي نعم لولا إن الدولة كلها وقفت كلها وكل أجهزة معنية وقفت كلها مع بعض متكتسة كاننا حنستمر في الارتفاع لكن النهاردة أنا شاهد أسعار الحقيقة رائعة هل بدأوا يخفضوا السوبر ماركت والهايبرات بدأوا يخفضوا لما لقوا هنا التخفيض معقول أو كويس يعني؟ أكيد لو استعدتك شفت التنزاحهم اللي في المعارض ده ويمكن النهاردة عشان كنا موجودين هناك أنا ورئيس الغرفة التجارية وبدأي التوميين وكل الجهات التنزلية موجودة معنا فكان تخفى الازحام شوية نحن نزلنا بعد العيشة حوالي ساعة 8 مساء بدأنا افتاح المعرض وده أكبر معرض معروف للإسكندرية كلها على طول احنا عاملين على مدار الأسوار لفات المنافذ كلها اشتغلت فده أثر على السوق تأثير جيد جدا وعمل ضبط وكوازن للأسعار الآخر المواطن هو المستفيد أكيد النهاردة جميع البكيات اللي احنا مريني عليها في معرض كوتا وده بيقام سنوي هناك التزام كامل بالأسعار اللي احنا منتفقين عليها والتزام انهم حيستمروا معنا لغاية نهاية رمضان مش عاوزة أقولك البكة اللي فيها بيع اللحوم كانت يعني فيها عليها اتزاح مابدئة لسه ستنوطر الفئة عندنا في سواج قال انه 120-130 البلدي كان في اسكندرية عندنا النهاردة البلدي اللي باتبوح النهاردة 120 جنيه 120 كويس نعم طبعا صعب كويس لان كنا وصلنا على سعار في اقبال على اللحم حاجة بتقول في اقبال على اللحم اقبال كتير جدا اقبال كتير يعني ان شاء اقبال لك الناس انا شوفت الناس سواء في طابور في المعرض العرضة والراجل منتجين يعني اتخلصوا اللحم بتاعتهم وبعتوا جابه تاني نعم واخدت تعهد منهم انهم مستمرين لغاية نهاية رمضان ان شاء الله تبيع بنفس الاسعار كويس من اللحوم تحديدا كله مستمر ولكن كمان اللحوم موجودة لحد داخل رمضان لغاية نهاية رمضان مستمرين معنا وده هيزبط السوق بشكل جيد جدا ان شاء الله للفترة القادمة ان شاء الله سيادة محافظة بشكرك سيادة الواء محمد شريف محافظة الاسكندرية